برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده أعرب سموه فيها عن أطيب تهنه وتمنيته لفخامته بموفور الصحة والسعادة لشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا سموه بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء كما بعث صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة اشتركوا في القناة